سبورتينج على فترات سبورتينج يمسك القرى وعلى فترات منتخب السويس هو اللي يمسك القرى والبحث عن الهدف الاول بالنسبة للفريقين ادي كوكو يوجه لعبيد اخي المنطقة التمنتاشر تتلعب على طول القرى وادي الرأسية لكن تيجي في الصدر امام اميده سلامة او يقول ان ايده ثبتة لكن هو شايفها بشكل كويس تروحوا القرى من تاني وتفوت عند لعب رقم 7 محمد سمير ادي سمير يعلق القرى في الطرف الايصر عند اللعب رقم 32 يحيى ادي يحيى عاوز يعده عاوز يفوت يحيى ياسر يحيى ياسر استنى على كورته يلعب على طول القرى عند 13 وقه خميس يعلق على طول القرى تخرج من خطوط الدفاعية يوب على طول عنده كوكو هادي الهدف الاول لسبورتينج يسجله الجول الاول عن طريق المدافع وهو طريق السيد من عرضية كانت موجودة ما كانتش صعبة اوي على كوكو لكن القرى على طول تروح في اقصى الزاوية اليسرى ويسجل الهدف الاول لسبورتينج هنا في الديئة 61 بعد ساعة بالتمام والكمال اصدقاء المشاهدين والمتابعين عبر شاشة اون تايم سمورتز يسجل نادي سمورتينج الهدف الاول عن طريق اللعب رقم 5 وهو اللاعب طاري السيد القرى اللي كانت عرضية والتبديلات اللي نزلت بالنسبة لنادي سمورتينج عن طريق اللعب يحيى ياسر واحمد حمدين ادي بص الكورة اللي كانت متعلقة من خميس وقادي الرأسية حتى الوضع ما كانش وضع ممتاز بالنسبة للعب رقم 5 وقادي عدت على كوكو عدت الكورة وسجلت في مرمى منتخب السويس ادي بص الرأسية من اللعب رقم 5 وهو طاري السيد يسجل الهدف الاول في مرمى منتخب السويس